للمرة الثالثة على التوالي يشهد هذا الملعب الجواري ببلدية أوماش دورة كروية كبرى لتنشيط ليالي رمضان هذه طبعة بمشاركة 14 فريق من 5 بلديات الهدف من دورة هذه احتكاك اللاعبين في بلديات المجاورة وتنشيط الموحيط الرياضي كل يوم مباراة إلى غاية اليوم 27 أي ليلة القدر بمجموعة 27 مباراة ليلة القدر يعني ليلة 27 يكون النهائي إن شاء الله فريق شباب بلدي تأوماش حقق الصعود إلى القسم الشرفي جاء تكرمه بهذه المناسبة من طرف سلطات البلدية والدائرة أملا في تحقيق نتائج أحسن مستقبلا الصعود هذا جاء بفضل السيد رئيس البلدية وصيد رئيس الفريق لدعمه الفريق بمجهودات مادية لا ننسوش لزاقتر البرنسيبال اللي هم الجوار اللي ساهموا في الصعود هذا بقسط كبير نشكر المجلس الشعبي البلدي لقدمنا الإعانة الشطر الأول اللي استفدنا منه ومازال إن شاء الله الشطر الثاني اللي مازال إن شاء الله ورح يفيدنا في إننا نكون عدنا عدنا ديون في الشطر الثاني تعال لاعبين إذن كي الناس رجال خفاء لساعدتنا باش أهلنا الملعب البلدي عبد الحفيظ بورورو حتى استرجعنا باش نلعب فيه لإننا في البداية الموسم ما يخفكمش باللي كنا نستقبله البرة في أوماش ومختلف بلدية ولاية بسكرى مواهب قروية شابة مؤكد أنها سيكون لها شأن في المستقبل إذا ما أخذ بيدها دعما ورعاية